مرحبا برج الحمل اهلا فيكم اول شي برج الحمل الشخص القادم فيه طريقك طريقك رح يكون من الابراجة الرئيسية على الاغلب عقرب او ثور الاحتمال الاضعف ان يكون دلو او اسد ولكن الطاقة موجودة استبعد ان يكون من الابراجة النارية ولكن ممكن خلا نشوف حروف اسمه عندنا حرف الميم وحرف العين الميم والعين هذي بتكون من حروف اسمه اول سؤال هنا تشوف برج الحمل وقت اللقاء احتمال كبير ان تكونون اثناء رحلة او اثناء سفر انتوا رايحين اشوفكم برج الحمل الى منطقة جديدة بداعي السفر بداعي الزيارة بداعي الشوپنج من اجل اي سبب من الاسباب انتوا رايحين تزورون ارض ما زرتوها من قبل او حي او محل شوپنج جديد سوق جديد مفتوح جديد فهني نتكلم عن ان انت رجلك ما راحت لهذا المكان من قبل هذا الشخص هو موجود هناك على الاغلب راح يكون هذا هو مكان عمله هذا هو مكان رزقه وانتوا تروح هني كزياره نشوف التوقيت التوقيت على الاغلب هني نتكلم عن احس طاقة شهر اغسطس شهر ثمانية مو شهر تكون هذي السنة ممكن السنة اللي بعدها او اي تاريخ فيه وقت فيه رقم ثمانية احسيني وقت اللقاء عندكم رح يتكرر مرتين اول مرة رح يكون اللقاء بينكم صدفة وثاني مرة اللقاء رح يكون بينكم متعمد ولكن ما بين اول لقاء وثاني لقاء فيه تأخير خارج عن ارادتك وارادته بسبب حدث كبير انت مر فيه او هو يمر فيه حدث كبير قاعد اشوف للامانة حدث مثل وفاة احد عزيز سبحان الله او تخرج من بعد الجامعة عندنا ايضا انك رح تتوظف في مكان جديد بعندك تغيير كبير جديد هو او انت رح تمرون فيه رح يأخر ما بين اول لقاء وثاني لقاء في اول لقاء رح تكون انت مشاعرك ومشاعر الانجذاب بينكم واضح ولكن لسبب ما ما فيه ما رح تقدر ان تحصل ورح يكون فيه فرصة ان تحصلون على طريقة التواصل مع بعض ولذلك رح يكون فيه تحركات جادة من قبلك وقبله للالتقاء للمرة الثانية من بعد كذا ضرف خارج عن ارادتكم ومنها الاسباب اللي اعطيتكم اياها على الاغلب يفصل ما بين اللقاء الاول اللي يكون صدفة واللقاء الثاني اللي يكون مرتب و مجهز من اجله عندنا يومين او اسبوعين او حتى شهرين وسنتين ممكن يكون من يومين الى سنتين بس شيء فيه اثنين اوكي اغلب شيء يكون شهرين او احتمال سنتين ممكن لكن على الاغلب اشوف ان ما فيه وقت كبير يفصل ما بين اللقاء الاول والثاني خلينا نشوف مكان اللقاء نتكلم هنا عن مكان مفتوح شوفوا موقت لكم سوق مكان مفتوح مكان عام انت مشغول في شيء ثاني برج الحمل برج الحمل احب عقله دائما عقله يكون قاعد يفكر او حاول يكتشف او مشغول فانت فيه طبيعتك هنا المشغولة اللي بدك كأنه تكتشف شيء او بدك تبحث عن احد مثلا من اهلك ضاع في السوق قاعد تنتظر شيء في السوق او في هذا المكان المفتوح وهني يصير فيه الالتقاء بينكم ليش انا اقول لك صدفة برج الحمل لانه كأنما هو رح يغلط يعطيك طلبية ليست لك او يعطيك بضاعة ليست لك ففيه هنا غلط يصير غلط يصير فيستدعي ان انت تلتقون لمرة ثانية ضروري يصير الالتقاء للمرة ثانية التقاء المرة الاولى ما قدرت يصير فيه ذواصل بينكم فيصير هنا عندنا في المرة الثانية لانه فيه غلط غلط غير مقصود للامانة ولكن هو اللي رح يسبب سبحان الله فانه تضطرون تردون تروحون هذا المكان او هذه المؤسسة او هذا المطعم عشان تعدلون الغلط اللي يصير لانه رح يفكرك ان انت شخص ثاني رح يغلط في شيء يبدل الطالبيات او يبدل او مثلا يفكر ان انت الموعد القادم اذا كان فيه عيادة اذا كان فيه صالون تجميل يفكر ان انت الشخص اللي المفروض يقوم بخدمتك ولكن فيه غلط اوكي احنا نقول محاسن الصدف اجمل قصص الحب تبتدي بالصدف والصدف العفوية انزل في هذا الكرد ايضا اتتني طاقة احتمال ان انت او هو يكون فيه شخص هنا قاعد يسأل عن ارشادات للطريق لانه المكان كبير المكان مفتوح هذا هو مكان عمله نعم ولكن في احد منكم هنا يسأل عن شيء على الاغلب الارشادات لمكان او يسأل عن ارشادات طريق بالمخصر انزل خلا نشوف مواصفات شكله هذا الشخص متوسط الطول جسمه متناسق فيه عرض في جسمه فخلا نسمينا مع الماء عريض المنكبين هذا شخص شعره ليس اسود نعم بشرته فاتحة تميل الى البياض ولكن شعره ليس اسود احتمال كبير انه يكون اصوله اشقر ولكن مش اشقر بالمعنى الاوروبي احنا عندنا دائما في الدول العربية حتى الاشقر لما ينولد يكون مثلا في البداية شعره ذهبي وبعدين كل ما كبر في السن يتحول الى البني الغامق او البني هذا هي شقارة الوطن العربي مو دائما ولكن الكثير فهنا نتكلم عن الشعر اللي لونه يتدرج ما بين الذهبي الى البني اوكي ولكن هذا شخص يحب اللحية يهتم جدا باللحية وبشعره دائما يكون في تسريحه في ستايل في شكل يهتم بعطره حتى يهتم بكماليات باقي الاشخاص ما يهتمون فيها يعتبرونها ليست ضرورية كلم هنا عن تسريحة الشعر او تحديد اللحية تحديد الشكل يهتم جدا مهندم يهتم جدا بشكل برج الحمل اوكي اوكي ايضا شخص يحب انه يلبس تي شيرت لمجموعة مفضلة عنده ممكن تكون هذه المجموعة فرقة غنائية فرقة موسيقية ولكن على الاغلب لان احنا نعيش في الوطن العربي فبتكون هذه هي تي شيرت اللي يلبس المميز عنده اللبس دائما في لبسه شيء خص مجموعة المفضلة ممكن يكون على الاغلب هذا النادي الرياضي النادي الرياضي اللي يحبه مثل مانشستر يونايتد او ما ادري اي نادي كرة ينضم اليه او هو يحبه يشجعه ما يلعب كرة انتو مو مثل برج الجديد هذا ما يلعب كرة هذا يحب يشجع الكرة مشجع جدا شي سمونا متعصب متعصب ودائما في لبسه ممكن يكون شيء يوضع على اليد او تي شيرت دائما في لبسه شيء خاص النادي المفضل عنده او مجموعة ينضم هو اليها ممكن يكون حتى مجموعة دينية ممكن يلبس شيء فيه اذا كان مسلم يلبس شيء فيه لغض الجلالة اذا كان مثلا مسيحي يلبس شيء فيه علامة الصليب فعندنا احنا شخص هني يفتخر بالمجموعة اللي هو ينضم اليها سواء كانت مجموعة دينية او هواية مثل النادي الرياضي اللي بعده خلا نشوف اطباعه 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 يا برج الحمل هذا شخص راح جدا ما بقولك يتحداك ولكن هذا شخص ليس سهل لانه هو جذاب شكلا فيمر عليه الكثير من الاشخاص اوكي فهذا الشخص ليس متواضع انه هو جميل بوسيم جدا ويهتم بشكله عندك يملك كاريزما لذلك هو جدا مرغوب او محبوب من قبل الجنس الاخر فلكن شاءت الاقدار انه يكون الاختيار عليك برج الحمل انزين هذا الشخص جدا معسول اللسان على الاغلب يتكلم لغة ثانية غير لغة الام ويكون جدا يجيدها بطلاقة يعني مثلا يتكلم عربي ومع انجليزي بطلاقة او مع فرنسي بطلاقة او مع فارسي بطلاقة اي لغة ثانية يتكلمها جدا بطلاقة ويستطيع انه عندك كاريزما يتعامل مع الابر كلاس الاشخاص الاغنياء في المجتمع الاثرياء في المجتمع ما بقولك هو ينتمي الى هذا الفئة ولكن يستطيع ان يتكلم بلسانهم ويتكلم باطباعهم نزين ولكن حقيقته هو شخص جدا يرغب انه يحب احد يرغب انه فعلا نحس انه في احد يحبه يفتقد الحب حاليا اوكي جدا مبدع في مجال عمله ينتظره مستقبل زاهر وايد هذا الشخص بعد شمسنا رح يكون لا اسمه في السوق رح يهيمن على مجال معين على الاغلب هذا شخص يعمل في مجال يخص ما ادري التجميل او صالونات التجميل او عياده مهمه شيء يخص يخص الجمال يخص الملابس يخص الشكل يدير او يعمل حتى في صالون شعر شو تسمونا انتو اوكي صالون شعر للنساء او للرجال على حد سواء اوكي ويحب انه جدا يحس انه هو مرغوب فيه ولكن الشخصيه الثاني اللي رح تتعرف عليها بعد العشرة هي شخصيه نوعا ما غيوره نوعا ما تحب ما بقلك التملك تحب نفسها عندين كريمه ولكن في نفس الوقت بيحب انه يتنافس عشان جدي اقول لك عنده بيكون نجاح في العمل وفي البزنس ساحق لانه يحب انه يكون رقم واحد يعني لفترة يعمل تحت اشخاص ولكن بعدين ما يحب انه يعمل في وظيفة يعمل من بعد ما اخذ الخبرة في هذا المجال المهم المجال اللي فيه لمسة ابداع رسم تجميل شي خص الحرفة الصعبة همزين؟ فهني رح يعمل او يفتح لنفسه عمل خاص فيه عمل خاص فيه هذا الشي برج الحمل بيخلي هذا الشخص وايد يكون ضروري بالنسبة له انه هو يكون هو اللي يذهب خارج المنزل وينجز ويكسب لقمة العيش لهو المكافح يريد ان يكون هو المكافح نوعا ما يحب ان الكلمة تكون كلمته ولكن دائما فيه طرق ان انت استطيع ان تتعامل مع هاي النوعية من الاشخاص صح؟ بالاسلوب الدبلوماسي اوكي؟ ويحب انه دائما يرجع الى بيت تكون فيه شخص ينتظره بما معنى مع هذا الشخص هذا الطاقة ما يحب انه هو يذهب الى عمله وانت تكون ايضا شخصيتك مستقلة برج الحمل وانت تذهب الى عملك لا على الاقل لازم دائما عمله يكون اكبر من عملك ضروري اكثر من عملك انت تكون متوفر من اجله لانه رح يكون جدا مشغول يحتاجك انت تكون متوفر من اجله تدير المنزل اوكي؟ هذه اطباع وهذه اشوفها التوقعات العامة لحياتكم مع بعض هذا شخص رح اسميه ام تعرفون؟ رح اعطيكم مثال فيه انواع بعض انواع الجلد الجلد الطبيعي اللي يصنعون منها الحقائب الغالية او الاحذية حتى الغالية ذات الجودة العالية فيه نوعية جلد ذات جودة عالية وحتى صناعتها صعبة اوكي؟ طريقة انتاجها صعبة ولكن الشخص اللي يتعامل معها لازم يكون جدا حذر او جدا ذكي لازم يكون حريص عليها لازم يركز عليها هذه طريقة طاقة هذا الشخص هو نوعا ما ثمين ويحس نفسه ثمين مو بس من اجل شكله لانه فعلا امام الكثير من الفرص شخص مرغوب لذلك ضروري عشان تحافظ على العلاقة بينكم بكرا الارتباط بينكم انه تسمحين انه هو يكون الالفة الالفة معناتها الرجل المسيطر الشخص المسيطر على الاقل خارج المنزل داخل المنزل ممكن يعطيك حرية اكثر ويوفر لك مادة عشان انت تصنع القرارات داخل المنزل ويوفر رغباتك ولكن خارج المنزل ضروري ان عمله يكون دائما اهم من عملك عرفت؟ يكون اول بريد وينر هذي اشوفها ديرماكية العلاقة بينكم خلننتقل رقم خمسة ايه نسيت هني في شكله اتكلم عن الشامة في شيء في علامة على جسمه الاغلب هذي تكون اذا ما كانت تاتو بتكون شامة وشامة واضحة في رقبته او وجهه او يمكن هني حتى في يده خلننتكلم الحين عن ماذا سيقدم لك قبل الزواج ماذا سيقدم لك شخص الزواج برج الحامل هذا شخص راح يتكفل ويكون سي سيد يعني يتكفل بكل الامور المالية والمسؤوليات المالية اوكي احنا عكسنا الاوراق هذا هني هذا يخص المنزل اللي راح تتشاركون فيه غدا بعد الارتباط وهني ماذا سيقدم لك سورة على الخطأ هني ماذا سيقدم لك راح يتوفر لك ثلاثة اشياء قيمة قبل الزواج راح يشيل احنا في مجتمعاتنا في ثلاثة امور ضرورية مالية تتعلق بالاستقرار وبالزواج وبالمادة ضرورية ودائما فيها مشكل او فيها يصير عليها نقاش كثير قبل الزواج اخوة هذا الشخص راح يوفرها لك ووفرها لك بسهولة ولانه قاعد اشوفه هني يوفرها لك بسهولة فاحس راح يكون فيه وقت ما بين تعرفكم على بعض والعلاقة وما بين الارتباط لانه احتمال راح ياخذ وقت عشان يؤسس نفسه ولكن راح يوفر ثلاثة اشياء هني نتكلم عن الاشياء المالية العاطفة الحب الحنان راح بالعكس ياخذها من عندك انت برج العامل راح يستند عليك انت عشان توفرها او تستخرجها في العلاقة او تستخرجها من شخصيته هو هني راح يكون السيد في انه يوفر لك المسكن ثلاثة اشياء صعبة توفيرها في بداية الزواج ولكن ضروري تتوفر نتكلم عن السكن نتكلم عن اثاث عفش البيت نتكلم عن عربية خاصة سيارة خاصة فيك عشان انت ايضا برج الحمل يمكن راح تحتاجها في المستقبل من اجل الجامعة من اجل وظيفة من اجل تروح تشتري ملتزمات البيت فعندنا هني ثلاثة اشياء ضرورية ممكن يكون ايضا المهر هذا شخص قادر على انه يشيل حمل ثقيل للزواج ولوحده وفي بداية الزواج راح يوفر لك اشياء اغلب الازواج الا اذا كانوا جدا اغنياء بس اغلب الاشخاص صعب يوفرونها في الزواج وفي بدايته هذا اشياء جدا ممتازة تحتاجها لاستقرارك يعني انت من الاشخاص اللي اذا تزوجته مبكرا على سن صغير او مبكرا في الزواج راح تتوفر عندك اشياء باقي الاشخاص قاعدين يقلقون بخصوصها وقاعدين يحاولون يحققونها في حياتهم اشياء ضرورية قلت لك منها السكن والسكن المستقل منها السيارة سيارة ثاني اهمية بعد السكن اوكي منها احتمال المهر بعض الشعوب تطلب مهر او شبكة او شيء من الرجل فهذا وزن او ثقر راح يستطيع ان يشيله برافو عليه وشيله بروحه في بداية الزواج انزل نتكلم الحين برج الحمل عن اسرته ما دل ليش هنا في عندكم شي عكس دائما الاوراق اليوم عند قراءة برج الحمل قاعدة تروح في المكان المختلف برج الحمل اسرته عندهم انفصال داخل الاسرة اذا مو انفصال اختراب لان اشوف ان احتمال امه وابوه يعيشون منفصلين او واحد منهم يعيش في دولة ثانية من اجل العمل من اجل لقمة العيش ففي هنا انفصال اوكي هذا الشخص يأتي من عائلة كبيرة مو اسرة عائلة يعني العم ابناء العم عائلة جدا كبيرة ولكن ليس على تواصل دائم معاهم لو سمعت اسم عائلته رح يتردد في ابنك ولكن رح تستغرب ليش هو ليس قريب من الاشخاص اللي انت تسمع عنهم سمعت عائلته منتشرة ولكن هو ليس قريب منهم نوعا ما اسرته متفككة او غير مترابطة او قليلين الاهتمام ببعض كل واحد بس داير باله على نفسه فضروري تفهم البيئة اللي هو يأتي منها وتفهم ان هذا شخص مادر احس انه مفتقد للعاطفة فقد الشيء لا يعطيه يستطيع يعطيك المادة ولكن بالعكس في العاطفة انت اللي تقدر تعلمه تدربه تستفز في هذه المشاعر لانه وايد اشياء مفقودة داخل بيتهم اشياء مثل الاستقرار مثل الحب مثل الحنان مثل البيئة التقليدية اللي فيها ام واب واسره مترابطين على الاغلب هذا الشخص عنده عدد افراد اسرتهم وعدد الاخوة عنده فردي يعني فقط اخ واخت ما عنده الكثير من الاخوة والاخوات خلنا نشوف السكن والحياة بينكم بكرة وهذا هو الكرت اللي مساعة شفناه او اختلفنا فيه شلون بتكون الحياة بينكم خصوصا في اول الارتباط برج الحمل هذا شخص رح يستطيع انه بسرعة وخصوصا في بداية الارتباط ان يوفر لك مثل ما قلت لك في بداية القراءة مسكن مستقل فيك اما رح يبني منزل من الصفر لان عندنا هني طاقة انه ارض جديدة مكان جديد يبني من الصفر او رح ياخذ عقار قديم مكان قديم ويجدده كامل يجدد كل شيء فيه كل تفاصيله وحتى الاثار وحتى المطبخ وحتى الارضية رح يوفر لك ايضا برج الحمل كل سبيل الراحة ومكان لان هني المكان غير جاهز هو رح يجهز لك رح ايضا يتعب من اجل ان يكون يوفق ما بين خارج المنزل وداخل المنزل انا حس بعد ارتباطكم رح يكون جدا مشغول في عمله في ابداعه اللي قلت لك عنه هني رح يكون شخص كثير الطلب عليه خصوصا في العمل عمله متطلب وهذه هي طبيعة الاشخاص اللي يملكون مشاريعهم الخاصة هذا الشخص رح يكون بطبيعته اب ممتاز اب جدا حنون وجدا مهم بالنسبة لراحة ابناءه مهم بالنسبة لان يوفر الافضل مو قلت لك تنافسي شوف الطاقة اللي عنده يوفر الافضل لابناءه من تعليم من مسكن من حتى ان يكون على علاقة جيدة بامهم انزين؟ ولكن في بداية حياتكم مع بعض يمكن رح يكون في برج الحمل عدم قدرة على ان تتواصل معه قلت لك لانه يأتي من اسرة ما فيها تكلم تحدث عن المشاعر او تواصل مع المشاعر او حنان فانت رح تكون هو الشخص اللي رح يكون ضخ في العلاقة في الزواج الاموال ويكون موجود بعد بس انت اللي الضخ طاقة الحب الحنان طاقة التفاهم ايضا تأتي منك انت برج الحمل هذا الشخص اذا صبرت في بداية علاقتكم على اطباع الصعبة او فترة الزواج الاولية دائما يكون فيها عدم تفاهم اذا صبرت في هاي الفترة رح يكون مردودك في العلاقة جدا ممتاز رح جدا تكون محط تقدير رح تكون بابن الله مرتاح في حياتك بعدين لما تكبر ترتاح جدا مع هذا الشخص لان خلاص تكونون وصلتوا مرحلة التفاهم صح التفاهم في البداية صعب بس من تتفاهمون تعرف مفاتيحك ويعرف هو مفاتيحك يعرف انت ماذا تتوقع منه؟ عنده صعب في البداية ان يفهم هذا الشيء كأنه ما انت برج الحمل ايضا صعب ان توصل ل انت شلون كنت تتوقع ان يتصرف مثلا تتوقع ان يسأل عنك ويتصل فيك في مناسبة معينة او يرسلك هدية فهي التوقعات صعب ان يفهمها ضروري ان يكون فيه تواصل هنا هاي الكرت يقول لي ضروري ان يكون فيه كلام مباشر منك برج الحمل عشان توجهه في الحب في العلاقة لا يفهم كثيرا ماذا؟ فهذه هي طبيعة شخص يهم جدا ان ابناء بكرة يلبسون افضل ملابس يركبون افضل سيارات يكون لهم حتى افضل مستقبل مستعد يسوي اي شيء من اجل ان يحقق لابناء الشيء اللي هو ما كان يمتلك لما كان صغير السن خلنا نشوف حين برج الحمل ماذا؟ سيحب فيك سيحب فيك صراحتك وتحديك انت من الاشخاص اللي اغلب الاشخاص لانه هو مرغوب وصاحب كاريزما وجذاب يرضخون اليه انت عندك طاقة تحدي انت عندك طاقة انا انسان مستقل انا برج الحمل ومستقل ومهما انت كنت ناجح انا لست بحاجة الى نجاحك هذا الشيء بالعكس رح يخلي يختارك انت من بين كل الناس هذا رح يخلي انت في نظرة شخص رقم واحد احب ان يسمع دائما رأيك وحب ان امام الناس او امام الابناء او امام اي احد حتى لو يعرف ان انت تخالفه في الرأي او لا تتفق معه ولكن رح يحب فيك ان انت بالعكس دائما امام الناس لا تكسره تأخذ رأيه او او امام الناس دائما تقف الى جانبه وتتفق معه كلامه ورأيه حتى لو كان هو غلطان حتى لو انت كنت غير صادق في هذا الشيء لا تتفق معه رح يقدر لك هذا الشيء هذا شخص ليس غبي ولكن شوي رأيه متعصب في بعض الاراء عنده وهو رح يقدر ان انت امام الناس تكون متفق معه ولكن مثلا من تصيرون بروحكم تقول له والله يا شريكي كان المفروض ما تتصرف بهاي الطريقة او كان في طريقة افضل تتعامل فيها مع الموضوع هذا رح يخليك جدا تكبر في عينه هذا رح يكون الشيء اللي دائما يجدد عندكم طاقة الحب والزواج ويخليه متمسك فيك اكثر ويحسب لك حساب اكثر رح اسحب الحين كرت عشان نشوف هذا الشخص يأتي من اي منطقة هل هو من منطقتك او من دولة اخرى مثلا هذا الكرت طلع فيه رقم الثماني احس برج الحامل ان هذا الشخص يأتي من منطقة من مدينة مجاورة لكم او دولة حتى مجاورة لكم قريبة لكم ولكن ليس من نفس منطقتك اذا ترجع لبداية القراءة رح تشوف احتمال ليش الاسباب فهني في حدود بينكم وبينهم فيه هذي منطقتنا وهذي منطقتكم هذي المدينة الفلانية وهذي مدينة اخرى ولكن يجمعكم نفس الدين على الاغلب نفس العرق نفس الدين نفس العرق ممكن يكون في بعض الاختلاف برج الحامل قاعدة اشوفها ممكن انتو تأتون من بيئة يعني احتمال كبير انه مثلا هو يأتي من يكون من دولة مثلا مثل القربية من بعض صح لبنان سوريا الاردن ومثلا سوريا الاردن ومصر العراق وسوريا الدول او المدن اللي قريبة من بعض ما فيها اختلاف كبير بس في اختلاف اذا انتو تأتون من بيئة محافظة اكثر بالنسبة لهم هم بيئتهم ليست محافظة كثيرا ليست حتى ما عندهم الكثير من العداد من التقاليد من امور العيب الحرام فاذا كنت انت تحب هاي الامور انت اللي لازم تضخها ورح يستطيع ضخ في العلاقة برج الحامل ولكن فقط ضخ الاشياء اللي يملكها نجاح تمسك فيك متمسك فيك احسا وهني الاستقرار الماضي النجاح اوكي الاموال المنزل الامور المهمة عندك وانت اللي تضخ في هاي العلاقة مثل ما قلت لك الحب الحنان الدفء الرومانسية كل هذا الحمل هو حملك انت اوكي